والبداية من أوكرانيا حيث حذر البيت الأبيض من أنه لن يتردد في فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب التحركات العسكرية لموسكو قرب أوكرانيا وشددت المتحدثة جين ساكي على أن الإدارة الأمريكية مستعدة لاستخدام عدد من الأدوات الاقتصادية ردا على الإجراءات الروسية وذلك بالتنسيق مع شركائها وحلفائها ولفتت ساكي إلى أن الولايات المتحدة على اتصال مع كل من روسيا وأوكرانيا بشأن الوضع على الحدود بين البلدين من جانبه حذر وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين حذر روسيا من تداعيات شن أي عملية عسكرية ضد أوكرانيا ودعا إلى ضرورة اعتماد المسار الدبلوماسي لحل النزاع بين البلدين من المهم أن تدرك روسيا أن أي من أفعالها سيكون له تداعيات وكذلك يعمل الحلفاء على التأكد من حصول أوكرانيا على الوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها وكذلك ينظر الحلفاء فيما يحتاجون إلى عمله للتأكد من قدرتهم على الدفاع وأخيرا لنزال نعتقد أن هناك مسارا دبلوماسيا يمكننا العمل عليه نحن لا نبحث عن النزاع وهذا المسار الدبلوماسي يكمن في اتفاق منسك الذي يوقي عام 2015 ولكن لم يتم تنفيذه بسبب تخلي روسيا عن التزامتها بلينكين قال أيضا أنه رغم عدم تأكد بلاده مما إذا كان رئيس روسي قد قرر غزو أوكرانيا إلا أنها تعلم أن موسكو تجهز قواتها لتصبح مستعدة حال اتخاذ القرار في الأسابيع الأخيرة شهدنا زيادة هائلة في دعاية المعادية لأوكرانيا على مواقع التواصل الاجتماعي على غرار ما حدث في 2014 لا نعلم إن كان الرئيس بوتين اتخذ قرار الغزو لكننا نعلم أنه يعمل على الاستعداد لفعل ذلك في وقت قصير إذا اتخذ القرار لذلك بعيدا عن عدم اليقين بشأن الظروف والتوقيتات يجب أن نتحضر لكل الحالات الطارئة وبينما نعمل على دفع روسيا لتغيير مسارها شهدت الأيام والقليل الماضية على تصعود حدة التصريحات بين روسيا وحلفائها من جهة والنيتو الداعم لأوكرانيا من جهة أخرى نتعرف إلى أبرزها ترجمة نانسي قنقر من جانبه كشف الأمين العام لحلف النيتو يينس سولتنبرغ كشف أن الحلف لا يخطط لنشر المزيد من الأسلحة النووية في أوروبا وأوضح سولتنبرغ أن ناتو سيبقي أسلحته النووية على أراضي الدول الأعضاء التي تستقبلها منذ سنوات بحسب تعبيره وحذر الأمين العام لأن ناتو من التهديد الناجم عن الأسلحة الروسية والصينية الجديدة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت إلى ذلك تزداد الحشود والتصعيدات العسكرية عبر الحدود الروسية الأوكرانية وموسكو تبدأ بمنورات جديدة فيما أن ناتو يعزز حضوره العسكري في البحر الأسود نتعرف إلى التفاصيل في السياق تالي الحدود الروسية الأوكرانية إلى الواجهة من جديد يتصاعد الخلاف بين روسيا والغرب فتتحول الحدود مع كييف إلى قبلة صراع عسكري بدأت حدته تتصاعد تقرر روسيا الحجدة بالعتاد الثقيل والقوات بالقرب من الحدود الشمالية الأوكرانيا فتحشد هناك ما يقرب من مائة ألف جندي روسي بحسب الرئيس الأوكراني تستكمل روسيا حجدها العسكري في المنطقة الحدودية وتشرع بمناورات عسكرية على الحدود مع أوكرانيا بمشاركة عشرة آلاف جندي انتقلوا إلى مواقع التدريب في جميع أنحاء المنطقة الشاسعة مناورات ستجرى أيضا في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا عام 2014 وفي منطقة روسية أخرى على الحدود مع دومباس الواقعة في شرق أوكرانيا والتي استولى عليها الانفصاليون المدعومون من روسيا في نفس العام لا يتوقف خطر موسكو على كييف عند هذا الحد فتكشف وزارة الدفاع الروسية أن المناورات والتي ستشارك فيها وحدات المشاة الآلية ستجرى في أكثر من ثلاثين ساحة تدريب على الأقل في ست مناطق مختلفة تعلن روسيا تصعيدا عسكريا غير مسبوق فيحذر النيتو الذي يتخذ من البحر الأسود ساحة لمواجهة مطامع موسكو بشبه جزيرة القرم هناك يشرع الحلف بمساندة أمريكية بمناورات عسكرية غير مقررة تشجب موسكو خطوة النيتو والولايات المتحدة فلا يأبه الحلف للتهديدات الروسية ويعزز حضوره في البحر الأسود فيتحدث وزير الخارجية الروسي عن نقل وحدات تسليح مهمة من دول النيتو بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا إلى القرب من الحدود الروسية خطوة يحذر منها الرئيس الروسي فلادمير بوتين ويعتبرها خط أحمر بالنسبة لبلاده